تحياتي لكم جميعاً كيف فينا نقول باللغة الألمانية أنا بدي أوكل محامي فينا نعبر عن هاي الجملة باللغة الألمانية عن طريق سلاس عبارات العبارة الأولى فينا نقول يعني أنا سوف أوكل محامي أنا رح أوكل المحامي تبعي المحامي خاصتي إذن منلاحظ هون أني استخدمنا الفعل بما معنى أني يوكل انتقالاً للعبارة الثانية ففينا نستبدل الفعل einschalten بالفعل بفولمشتigen يعني يفوض أو يوكل إذن نفس المعنى تقريباً ففينا نقول يعني أنا أرغب بتفويض محامي أنا أرغب بتوكيل محامي أنا رح أوكل المحامي تبعي المحامي خاصتي إذن بهذا الشكل منعبر عن هاي الجملة باللغة الألمانية انتقالاً للجملة الثالثة والأخيرة فبهي الحالة فينا كمان نستخدم الفعل باوفتراغن باوفتراغن يعني يكلف أو كمان فينا نقول يوكل لكن بهي الحالة لازم نحدد إنه بشو بدنا نوكل المحامي فمنقول الجملة على الشكل التالي يعني أنا سوف أفوض أو أكلف محامي بالقضية أنا سوف أوكل محامي بالقضية إذن منلاحظ هون إني يعني القضية أحد معاني الكلمة إذن بهذا الشكل منعبر عن هاي الجملة باللغة الألمانية تحياتي لكم مرة تانية وبتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر